نبدأ حصادنا لهذا الأسبوع بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء نهاية الأسبوع على نص قانون المالية لعام 2017 والتوقيع على عدة قوانين تتعلق بعدالة الإجراءات الجزائية والتنظيم القضائي والقضاء العسكري إضافة إلى قطاعي البريد والنقل خطاب الوزير الأول عبدالمالك سلال هو الآخر شكل أبرز حدث خلال هذا الأسبوع حيث حمل الكثير من عبارات التطمين عبر القناة الرسمية وأكد على عزم السلطات العمومية الدائم الإبقاء على الطابع الاجتماعي للدولة مشيرا إلى دور الدولة في تكريس العدالة الاجتماعية والوقوف بجانب الضعفاء والتكفل بالطبقة الهشة في الملف الحزبي رد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس على الخطاب السياسي للأمين الأول لجبهة القوى الاشتراكية عبدالمالك بوشافة خلال أحياء الذكرى السنوية للزعيم الراحل حسين عيت أحمد بوصف الهجوم بالقوي ضد الدولة هذا بالإضافة إلى حالة لا استقرار داخل بيت الإسلاميين الذين يتغنون بحلم إعادة بعث التكتل الإسلامي الذي تقف أمام تشسيده عدة عقد ثقافيا كان لسهر الختامية للطبعة الحادية عشر للمهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة وقعا خاص لدى جمهور أوبيرا الجزائر الذي جمع عشاق الطرب الأصيل أين استمتعوا بأرواع الأغاني العتيقة والتي خلقها التحام كل من نوار يوسف وابراهيم الحاج قاسم وتوفيق تواتي ونور الدين سعدوي بتقديم وصلاة راقية تبرز جمال التحام الصوت بعذبة اللحنة على الصعيد الدولي شكل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا المدعوم من روسيا وتركيا والذي دخل حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الخبر الأهم حيث أنه يشكل أحدث مسعى لإنهاء راقة الدماء المستمرة منذ قرابة ستة أعوام أما في أخبار الرياضة كانت المفاجأة بفوز محمد صلاح كأفضل لاعب كرة قدم عربي متقدما على الدولة الجزائرية الجزائرية رياض محرز الفائز بالدولة الإنجليزية الممتاز مع ليستر سيتي والمترشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الحالي وطرح فوز صلاح أكثر من علامة استفهام حول مصداقيتهم دون أن ننسى أهم خبر العالم يودع عام 2016 بحلوها ومرها ويستقبل عاما جديدا بأكثر تفاؤل عام جديد يحمل لنا معه أحلاما وأمالا أجمل كل عام وأنتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر